تحت رعاية سيد رئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت دورة العادية السبعة وتسعيل للجنة الدائمة للإعلام العربية وذلك للتحضير لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والذي يعقد غدا ومجلس وزراء الإعلام العرب الذي يعقد برئاسة مصر الخميس القادم ويتضمن جدوى الأعمال لاجتماع أربعة عشر بند في مقدمتها لسراتيجية الإعلامية العربية ومتابعة خطة التحرق الإعلامي العربي في الخارج واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني ودور الإعلام العربية في التصدي لظاهرة الإرهاب والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة عشرين ثلاثين بالإضافة إلى وضع سراتيجية موحدة للتعامل مع دميع شركات الإعلام الدولية ويوم الإعلام العربي وجائزة التميز الإعلامي العربي